طيب هي النحر الأولي هو طبعاً الونرشيب يعني الونرشيب الدولة ومؤسسات الدولة في الحصول على التمويل واستخدام التمويل في الاستراتيجية اللي هي الاستراتيجيات للدولة حطها فده الونرشيب للتمويل الحاجة التانية مش شغالة اخر بقى سلايد الحاجة التانية كوردينيشن بمعنى التنصيق يعني لما يبقى فيه كذا تمويل جاي لموضوع ما لدولة ما التنصيق ما بين الجهات التمويلية ده اساسي جداً لانه ممكن يكون يحصل نفس المجموعة نفس الفئات نفس الهدف فالتنصيق ما بين الجهات التمويلية اللي موجودة ده حاجة اساسية جداً في الاستراتيجيات التمويل انه ايه واخر حاجة من الفرينسيبل دي هي الاكاونتبليتي او ميوتو والاكاونتبليتي على الجهة التمويلية وعلى الحاصل على التمويل دي من الحاجات الاساسية قوي انه حتى لو بنتكلم على تغييرات في في طريقة التمويل دلوقت اللي موجودة للبلاد الانمية بس الاستخدام الامثل للتمويل هو الهدف اللي احنا منبص عليه اكتر مش اتاحة التمويل الاتاحة هتبقى موجودة بشكل مختلف هيبقى موجودة هنبقى موجودين ان احنا منشتغل بشكل مختلف للحصول عليها بس بس هو الاساس هو الاستخدام الامثل للتمويل ده طيب عشان ما خدش من وقتكو كثير في المجموعة العمل احنا لغاية الساعة يعني احنا معينا حوالي ربع ساعة او ربع ساعة عشرين دقيقة لمجموعة العمل فهتلاقي هتعدوا عليكو دلوقتي الدكتورة عمني هتعدوا عليكو ببوكس هتختاروا منه كارت الكارت ده هو ده يمكن هو اساس هو ده العنوان الاساسي تحت مجموعة العمل اشتركوا في القناة